السلام عليكم. ازاكم يا شباب؟ عمدين ايه؟ قصان طيبين ورمضان كريم كلنا بنحب المسلسل الكبير وكلنا بنحب ان احنا نفرج عليه سواء على الفطار او اي ان كانت بنفرج عليه اونلاين، بنفرج عليه امتى بنحبه من اول ما بدأ ويعتبر من اكتر مسلسلات الكمودية اللي احنا حبناها اللي جاءت في رمضان في اخر مثلا 20-30 سنة فكلنا مستغربين من اللي بيحصل المسلسل السنة دي سنة دي 2023 المسم السابع في حاجة غريبة في المسلسل واحد تقريبا بيبتسم كل فين وفين فتعالى كده نداردش مع بعض هو مسلسل الكبير مالك ايه اللي حصله السنة دي اعتقد ان اكتر حاجة او اكتر مشكلة واضحة في المسلسل هي الكتابة الكتابة او التعليف السنة دي مشكلة الكتابة فقيرة جدا جدا على مستوى الكوميديا الافهات ما بتسمعش وبيحلبوا في مشاهد طويلة والمشاهد اصلا باين من البداية اللي هيها مش هتجيب ضحك فالكتابة السنة دي مشكلة كبيرة جدا وانا مش عارف ده من ايه بصراحة يعني هم نفس المؤلفين او نفس المشرفين عن التأليف هم اللي كانوا موجودين السنة اللي فاتت كلهم اه فانا مش عارف السنة دي ايه اللي حصل او ايه المشكلة وانت بتفرج يا تحس ان هو ما كانش فيه خطة للمسلسل ما كانش فيه خطة ان يبقى موجود موسن السنة دي وهم حبوا ان هم يستغلوا نجاح السنة اللي فاتت ويجمعوا نفس الاسرة بتاعت المسلسل كزا قطر روح كويسة فانيجي نعمل ايه سيزون جديد السنة دي في فرمضان ولكن على الورق بقى الكتابة تقريبا ما كانش عندهم حاجة يقدموها عارف لما انت تبقى مسلا قاعد مع شلة صحابه او مش مع شلة صحابه قاعد فعد عائلية كده والناس كلها بتتكلم وانت قاعد ساكت فانت عايز تقول اي حاجة عشان ما تبقاش قاعد ساكت بس هو ده اللي الكبير عاملوا السنة دي هو شفه ان في مسلسلات كتير نادلة في رمضان طبرا هنزل كمان في رمضان انا ما عنديش حاجة قدمها بس طالما انزلت ونجحت The season is the fad فلا دلس با استغل على اجاحol السنة اللي فاتت دي وانزل بسيزون السنة دي فاعتقد ان اكبر المشكلة فعلا كانت مع المسلسل الكبير السنة دي ان هو ما كانش عنده حاجة يقدمها ما كانش عنده سكريبت ما كانش عنده سيناريو كانش عنده افكار جديدة هيقدر يقدمها السنة دي وده كانت المشكلة الرئيسية اللي قدت ان المسلسل يطلع بالشكل اللي احنا شايفونه لحد دلوقتي لحد يوم تسعة او يوم عشر رمضان لو جينا بقى كده نبص على المسلسل السيزن اللي فات الفين اتنين وعشرين او الكبير موسم السادس ونشوف ايه كانت اسباب اللي قدت انه هو يسمع مع الناس او ينجح مع الناس السنة اللي فات هنشوف ان اول سبب كان ظهور الشخصيات الجديدة سواء مربوحة نفادي او العترة اولاد وكل الناس جزاء اللي ظهرت دي فكنا لسه بنتعرف عالشخصيات دي ولسه الافيهات بتاعتهم واللزمات بتاعتهم لسه مش متعودين عليها فكاد حاجة دي ده بالنسبة لنا في خب تدحكنا انما لو جينا بقى السيزن ده فخلط هنتعودنا على الناس دي كلها فاحنا مفيش حاجة جديدة مفيش انصر مفاجأة ان هو ايه ده انا بحابب ان انا الشخصية دي اكتشفها واشوف الشخصية دي طباها ايه او اسلوبها ايه وهكذا فدي نقطة كانت مهمة كانت نقطة قوة بالنسبة لهم السنة اللي فاتت السنة دي خلص النقطة القوة دي راحل هم حاولوا عوضوها بحاجة تانية ان هم يظهروا لنا اه شخصيات كتير في ادوار شرفية وبصراحة تلتة ربعهم يعني قالشوا يعني سواء لورديانة اللي في اول الحلقة بصراحة عامة وجود لورديانة في اول الحلقة كان مبشر او مش مبشر لا مؤشر لانحضار المسلسل يعني انت رو بفرج على الاول والحلقة وشفت دي روديانة في اول حلقة فده معناه ان خلص هو مسلسل رايح في حتة مش كويسة هم جايبين واحدة رقصة اعني الناس بتحبها ولكن هم جايبينها عشان يستغلوا النهاية يعني هتجيب مشاهدات وهكذا نفس الكلام في حلقات كتير يعني حلقة مثلا الحلقات اللي طلقت فيها نور مستهلا نور لبنانية بحبها وكل حاجة بس ما لهاش داعي علاء مرسي نفس الكلام كل ضيوف الشرف اللي هم اجابهم تقريبا ما كانش ليهم تأثير على مستوى الكوميديا واحنا بنصفرج على حلقات ممكن حلقة تحمل الساقة بس يا ممكن تبقى كويسة يعني هي اللي ممكن تكون فيها شوية ضحكوها كزا دي اول حاجة تاني حاجة ان السنة اللي فاتت كانت مساعدهم جدا ان كان فيه تريندات هم اللي يعبوا عليها واستغلوها بشكل كويس زي تريند مسلسل سكويد جيم وتريند مهرجان الجوني لو احنا جاني نشوف المسلسل السيزون اللي فات الموسم اللي فات ايه اكتر الحلقات اللي كان بتضحك فعلا كان هم اللي بتكلموا علي حاجتين دول اللي هو سبق معرجان الجوني او مسلسل سكويد جيم فهم لعبوا على حتة دي كويس السنة اللي فاتت وعارفوا ان هم يطلعوا منها افهات كويسة وعارفوا ان هم يستغلوا الموضوع ده السنة اللي فاتت السنة دي بقى مفيش يعني مفيش تريندات موجودة في العالم يقدروا هم يستخدموها او لسه ما ظهرتش وان هم يلعبوا على الحتة دي ويحلبوا منها شوية افهات او كوميديا او هكذا فدي برضو كانت نقطة قوة السنة اللي فاتت السنة دي مش موجودة خلص اخراجيا ما فيش مشاكل كبيرة بس هي ممكن اللهم الكبيرة على المخرج احمد الجندي انه هو شايف ان المشاهد ما بيهاش ضحك المشاهد ما بتسمعش مع الناس وهو مصمم ان هم يكملوا في المشاهد دي يعني ليه مشهد يبقى طويل حوالي ثلاثة اربع دقايق والمشهد مسلا مبني على افه معين في بداية المشهد وطول المشهد عادين يحلبوا فيه وهو كده 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 بيدحكش هدي مشكلة ممكن نقول عليه اخراجية شوية ان المخرج كان شايف ان في مشكلة في المشاهد في مشكلة في المسلسل هو قرر ان هو يكمل عادي نجي بقى المربوحة المربوحة والحملات اللي عليها او الناس اه كتير متضايقة من مربوحة او متضايقة من اسلوبها بصراحة مش شايف اي اختلاف عن اه مستوى مربوحة السنة دي او عن السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كنا بحبينها وكانت بتضحكنا السنة دي ممكن بس دورها هيبقى كبر شوية بقى ظهورها على الشاشة اكتر ولكن هي نفسه مربوحة الفكرة بس ان هو الكتابة مش كويس هي الكتابة مش حلوة مساعدتهاش يعني ممكن بصراحة انا كنتش متخيل ان ممكن اتفرج على مشاهد لهدرس وما تحكش يعني هدرس ده من اكتر الشخصيات اللي انا بتموتنا دحك السنة دي نادرة نما دحك نادرة نما خلانا بتسم حتى بصراحة يعني لدرجة النوع توصل ان هدرس ما يدحككش بتعرف ان المشكلة مش في رحمة احمد ولا في مربوحة ولا في قصة المسلسل هي المشكلة فعلا في الكتابة في الورق انها ممكن نقول ان السبب لهجوم الناس على مربوحة بخلاف موضوع اللي جان لان بصراحة كان واضح ان فيه اللي جان فعلا معرفش مين ممول اللي جان دي او مين السبب في اللي جان دي ولكن ممكن نقول ان لو انت جاء تتفرج على المسلسل فلقيت عندك الكبير وهدرس وجوني وكل الناس اللي انت عارب فيهم زماني ودول اللي هم الشخصيات الرئيسية الشخصيات الرئيسية دي انت حبيبها والشخصيات الرئيسية دي بتدحكك على مدار ست سنين فاته من الشخصيات الجديدة اللي حاس انها دخيلة على الموضوع اللي هي الشخصيات اعتبر رئيسية دلوقتي هشخصيات مربوحة فانت تأكيد مش هتروح يعني تنتقد او تقول ان الناس اللي انت بتحبوهم بالك حوالي ست سبع سنين دولت وحشين فمن اللي انت هتروح تنتقده وتروح تنتقد مربوحة اللي هو العنصر الدخيل او العنصر الجديدة على المسلسل بعد داخل ده برضو كان سبب من اسباب ان الناس مسكة في مربوحة بالذات وسايمة باية قص المسلسل في حاجة برضو لاحظتها في السيزون ده ممكن تبقى مقصرة على قوة المسلسل هو مش لقين دكتور ربيع ما اظنش ان الدكتور ربيع يظهر في اي مشاهد لحد دلوقتي الدكتور ربيع يعتبر من اعمدة المسلسل اعمدة الكبير من اكتر الشخصيات الناس كلها بتحبها فبرضو عدم وجود شخصية دكتور ربيع اعتقد انها ممكن تبقى مقصرة على ضعف مستوى السيزون السنين دي في حاجة تانية برضو عايز اتكلم عنها هم ليه مسكوا في حتة ان الكبير بتاع نسوان وعايز يتجوز على مربوحة او بيريل على اي واحدة حلوة يشوفها قدامه مش حاسس ان دي كانت يعني سمة رئيسية في شخصية الكبير على مدار المواسم اللي فاتت اه يعني كان اه مسلا في حلقات شفنا فيها نيكول سابة وحلقات شفنا فيها ان هو ممكن يحب ستات تانية على مراته وكده بس انهم يعودوا في الموضوع ده حوالي اربع خمس حلقات بيتكلموا بس ان الكبير بيريل على اي ستة حلوة وهكذا وهو تفكيره بس هو الموضوع ده حاست انها حاجة غريبة الصراحة برضو السيزون ده ونروح من النقطة دي لحاجة برضو شبيهة بها شوية ان لو هنلاحظ هنلاحظ ان السيزون ده بالذات الاحاقات الجنسية كاترت في المسلسل شوية عكس المواسم اللي فاتت كلها كان الموضوع ده قليل جدا السنة دي لو لاحظت كده في كده مشهد هتلاقي ان هم بيرموا اه جمل كده من تحت لتحت فيها احاقات جنسية وانا بصراحة ما بيحبش النوع ده من الكوميديا واعتقد ان هو بيسمعش مع اي حد برضو في السيزون ده فدي برضو كانت سقطة ليهم في السنة دي اه اتمنى ان هم يقدروا يلحقوا نفسهم في الحلقات الجاية نسة حوالية قريبا عشرين حلقات يا رب السيزون ده ينتقلب ويبقى سريخ ضحك دي حاجة تبسطني جدا انا بحب الكبير وبحب احمد ميكي وبحب معظم كاستر مسلسل فمش مبسوط وانا شايف ان المسلسل بينحضر بالدرجات دي ومش مبسوط وانا حاس ان انا ببزل مجهود عشان ابتسم وانا بتفرج عمسلسل اتمنى ان هم يلحقوا نفسهم في الحلقات الباقية بس دي كانت دردشة سريعة عم مسلسل الكبير السيزون ده مسلسل الكبير ومسم السابع وطبعا مش عايز اقول لكم ان انا غايب مش عارف من قديم من حوالي خمس ستة شهور تقريبا ما عملناش مرفعناش اي فيديوهات قوي حلقات بعتزر جدا عن موضوع ده ومقدرش برضا وعدكم ان انا يعني الحلقة دي بداية رجوع للشانل او حاجة بس ان شاء الله في خلال شهرين تلاتة هبدأ ان شاء الله نبدأ ان احنا نرجع بستوديو جديد مكان جديد لوكيشن جديد ودعو لنا كده وربنا يسهل ووحشتونا جدا والله وان شاء الله لفترة الجاية بعد العيد ان شاء الله نقدر ان احنا كده ايه نرجع وننزل فيديوهات بشكل منتظم وعشان وحشتونا والله بس دي كان كل اللي عندي النهاردة عن مسلسل الكبير الموسم السابع وارب تكون الحلقة عجبتكو واشوفكو بعد العيد ان شاء الله كان معكم محمد الفشاوي سلام عليكم